إلى حياة كريمة حيث التقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهاجندي مع وفد من مؤسسة حياة كريمة وأكدت وزيرة الدولة للهجرة أن الوزارة لديها برامج توعوية معتمدة على مختلف المستويات من المدربين والأسر مشيرة إلى استهداف العمل على محور التمكين الاقتصادي بالقرى التي تدخل في إطار المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاح من جانبها قالت مديرة العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة شانا مسعود تطلع المبادرة لمزيد من التعاون مع وزارة الهجرة في عدد من المجالات الحيوية خلال المرحلة المقبلة من بينها تفعيل اللقاءات والفعاليات الافتراضية مع المصريين بالخارج